في الأثناء دعت حركة حماس الأمم المتحدة إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه إطلاق جيش الاحتلال النار على قفلة مساعدات تابعة لوكالة الأونروا رغم تنسيقها المسبق معه وأكدت الحركة في بيان صحفي نشرته قناتها على منصة تليجرام أن هذا الحادث يعكس سلوكا همجيا متعمدا من كيان الاحتلال الذي يرى نفسه فوق القانون والمحاسبة مستخفا بالمنظومة الأممية وبغطاء من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن